اكد سعادة سيد زايد بن رشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على اهمية الدفع بمسارات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص وبما يعود بتطور والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين لا سيما في قطاع الصناعة والتجارة والذي يشكل احد ركائز رؤية البحرين 2030 منوها سعادته الى اهمية تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في هذا المجال وبما يحقق التنمية المشتركة المنشودة جاء ذلك على اهمش اجتماع سعادته مع سعادة السيد ناتاشا بلدز وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة والتي ترافق رئيس القبرصي في اطار زيارته الرسمية الى المملكة استعرضت مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية جهود مملكة البحرين في تنمية قطاع الصناعة والتجارة وتطويره وابرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في هذا الخصوص كما نقشنا سبل تعزيز اوجه التعاون المختلفة بين البلدين الصديقين وعلى وجه الخصوص في القطاعات التجارية والاقتصادية كما قدمت للوزيرة القبرصية اجازا حول عدد من المبادرات الوطنية التي تبنتها مملكة البحرين لتنمية هذا القطاع متطلعا لمواصلة تعزيز علاقات البلدين الصديقة والانتقال بها الى افق ارحب ترجمة نانسي قنقر